الكوس أنا أشوف أنه الحب عندهم مثالية دايماً عايزين علاقة ما فيهاش غلط ودايماً بيتصدموا بسبب كده لأنه ما فيش حد في الدنيا كامل محتاجين شوية تسامح بس هو الحب بالنسبة لهم لازم يكون مثالي مع الوقت بيبدأوا يفهموا أنه لازم يكونوا متسامحين ومرينين شوية طيب أخبارهم إيه في الحب السنية دي ونجيب لهم هذا إيه؟ الهدايا هما محبين للصفر يعني ممكن تذكرة رحلة وصفر مع الشخص المرتبطين به دهائل لو حيقضوا رحلة أو صفر أو عزوما في مكان يكون بيقدم أكلات أجنبية يعني هما دايماً ينجذبوا الحاجة مش معروفة يحبوا اكتشاف الحياة واكتشاف الدنيا واكتشاف المجهول فلو حيروحوا مكان جديد حيكون حلو بالنسبة للكوس وأخبارهم إيه الحب السنية؟ الحب عندهم برضو موفقين فيه جداً هو أخيراً ظهل خرج من عندهم ألف مبروك وكمان من أول 16 خمسة برضو حيكون المريخ في وضع هايل بالنسبة لهم حيخليهم لو مش مرتبطين ممكن من خلال علاقة اجتماعية تظهر لهم فرص حلوة للارتباط عندهم كمان لو متجوزين بقى أو غير متجوزين من أول 6 أغسطس عندهم فترة هاي لأربع شهور لغاية أوائل ديسمبر الدنيا حلوة جداً عاطفاية براو